بعد فشل الأمم المتحدة في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الفوري في الحديدة خلال 21 يوماً حسب اتفاق السويد، الجنرال الدنمركي مايكل لوليسغارد، رئيس فريق المراكبين الدوليين في مدينة الحديدة يعلن الاتفاق على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار إعلان وسط تحفظ حكومي وترحيب حوثي كبير تقضي المرحلة الأولى بانسحاب الطرفين من بعض مناطق خطوط التماس والموانئ الرئيسية الحديدة والصليف ورأس عيسى إعلان عن تحقيق اختراق في ملف الحديدة اختراق هامشي هش لم يتجاوز نقاط الخلاف الأساسية بين الطرفين رغم تفاؤل مبعوث الأمم المتحدة وإعلانه في مجلس الأمن اتفاق الطرفين على المرحلة الأولى من خطة دوليسغارد في الحديدة رغم موافقة الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار على الانسحاب الجزئي والمتمثل بابتعاد القوات الحكومية 15 كيلو مترا من مناطق مواجهة الميليشيا إلا أن الفريق اشترط انسحاب الحوثيين أولا من الموانئ وأن يوقعوا قبل ذلك على اتفاق الحديدة بالكامل والمتضمن انسحابهم على مراحل من المدينة والموانئ وإعادة الإدارة السابقة في المدينة للسلطات المحلية التي كانت تدير المدينة قبل سيطرتهم لم يوقع ممثل ميليشيا الحوثي في لجنة إعادة الانتشار على الاتفاق رغم موافقتهم في السويد عليه امتثل لوليسغارد لمطلب الحوثيين بأن تبدأ القوات الحكومية بالتراجع من مواقعها إلى الخلف 15 كيلو مترا تنزلات للحوثيين تصحبها ضغوط أممية على الفريق الحكومي للموافقة على الانسحاب دون تلبية شروطه يرى أعضاء الفريق الحكومي أن الاتفاق بصيغته الحالية غير ممكن فيما سارع الحوثيون للموافقة عليه وعلق المتحدث باسم الميليشيا أنهم بانتظار إشارة بدء للتنفيذ على الأرض لا جديد إذ لا تزال القوات الحكومية تطوق المدينة من الجهة الجنوبية والشرقية فيما يتمركز الحوثيون داخلها وعلى الجهة الشمالية لا تزال المعابر مغلقة وتصريحات المبعوث الأممي وخطة رئيس المراقبين معلقة بتحفظ الحكومة على التنفيذ دون تلبية الشروط الضامنة للاتفاق